أيها الأحباب إن أكثر ما يدخل الناس الجنة هو عمل معاشر الأحباب يسير على من يستره الله عليه أكثر عمل يدخل هذه الأمة جنات النعيم تقوى الله وحسن الخلق بل إن أثقل عمل يوم القيامة تجده في موازينك لربما لا تجدها الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج إنما تجد أثقل عمل يوم القيامة في ميزان العبد حسن الخلق وإن أقرب عبد يوم القيامة من محمد عليه الصلاة والسلام مجلسا وهو يحبه ويدنيه يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن أعلى بيت وقصر في ذر الجنة ليس لمن حفظ القرآن والسنة إنما لمن حسن خلقه وإن حسن الخلق ليبلغ بالمرء درجة الصائم القائم ولربما ما صام وما قام إن حسن الخلق معاشر الأحباب عبادة من أعظم ما يحبه الله من عباده ولذلك في حديث عائشة الذي خرجه البخاري تقول أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن أبغض رجل إلى الله من؟ الألد الخصم أي أن الله يبغض ذاك اللدود ذاك الفضل ذاك الغليظ سيء الخلق الذي لا يرضى ولو روضي دائما يتحاشى الناس لسانه كثير الدعاوى كثير الخصومات كل من أقبل عليه فر من لسانه يبغض الناس مجلسه ويبغضون النظر إليه حتى ولو كان أكثرنا صلاةً وقيامًا وصدق فهو من شرار الأمة ومن أبغض الناس إلى الله إن أبغض رجل إلى الله الألد الخصم ولذلك معاشر الأحباب منزلة الأخلاق في ديننا منزلة سامية جمَّل الله خلقك بقي أن يجمِّل خلقك ولذلك لا يغني جمال الظاهر عن جمال الباطن ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس هناك أناس أحباب يصلون لغيرهم ويتصدقون لغيرهم ويختمون القرآن لغيرهم ويبكرون للجمع والجماعات لغيرهم وبيحجون السنة هذه ولغيرهم وصاموا رمضان الماضي ولغيرهم مساكين إنهم المفلسين من الأخلاق قال إن المفلس من أمتي من يأتي بصيام وصلاة وصدقة هذا مطوع هذا مستقيم هذا نعم لا ما هو نعم أنتبه قليلا ولكن يأتي وقد شتم هذا سفك دم هذا أكل مال هذا ويدخل تحتها الظلم اغتاب هذا بصق في وجه هذا ما عطى هذا راتبه ما عطى هذا حلاله قطع رحمه إلى غير ذلك من الأخلاق العفنة فماذا يفعل العظيم الجليل جل وعلا بعبد قدم إليه يوم القيامة بأعمال لها ثقوب بعضنا أعمال شايلها في منخل والمنخل إذا وضع فيه الماء لا يثبت هذا مثل بعض الناس أعماله كثيرة لكن ظلمه لنفسه أكثر فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم وضعت عليه ثم كب على قفاه في النار نعوذ بالله من الإفلاس ولذلك يا عبد الله إن تحسين الخلق عبادة من أجل العبادات وقد يقول قائل إن الله قد خلقني هكذا خلقني فضاً ماذا أصنع؟ خلقني مكشكر عبوس مكفهر لا أعرف الطريقة للابتسامة نقول يجب عليك أن تتعودها وأن تطلق وجهك وأن تكفأ ذاك وأن تبذل ذاك والدليل قول الله ادفع بالتي هي أحسن يعني ليدفعك بالأخشن ادفعه بالأحسن الله يأمرك بأن تحسن خلقك مع الشر الناس فاللي جاء يبغى بك شر تدفعه بالأحسن ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم ومن يتصبر يصبره الله إذن حسن الخلق يتعلم ويستطيع الإنسان أن يكون حسن الخلق لو شاء ذلك ولو أراد ذلك ولو سأل الله ذلك ولذلك عليه الصلاة والسلام من دعائه قال اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وكان من دعائه اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ولذلك العبد في الحياة يسأل الله حسن الخلق لأن سوء الخلق يحلق الحسنات حلقا نسأل الله العافية والسلامة لو ساء أساء رجل خلقه مع والديه لما تجاوزت صلاته أذنيه ولو قطع أحد رحمه لسوء الخلق ما ارتفع فوق رأسه صلاة واحدة من صلواته ولو اغتاب مسلم مسلما آخر أفلان ما في خير تصدق يا أخوان لو تقول أن أفلان ما في خير إن صلاتك وحجك وعمرتك راحت له جهد سنوات طويلة أفلان ما في خير لا يهمك ما يسوى ما عليك منه والله ما فيه كذا وتذكر شيئا فيه وأن تصادق هذه كبيرة من كبائل الذنوب كبيرة تنقل الحسنات إليه نقلا ولذلك حسن الخلق أحبابي أن يروض الإنسان نفسه على أن يكف أذاه وأن يبذل نداه وأن يطلق وجهه ولذلك محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ينظر إليه الصحابة فيقولون ما نظر إلينا إلا وتبسم أن يتبسم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام وقد حمل هم الأمة وعنده من المشاكل مهبل عندنا أننا نحمل هم أطفال وامرأة وطعام وشراب وهو يحمل نجاة الأمة من النار ومع ذلك يتبسم في وجوه أصحابه ويزور هذا ويعود هذا ويطلق وجهه في وجه ذاك إنما هذه الأخلاق التي قال الله قال الله عنها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك وقال وما أرسلنا وقال وإنك لعلى خلق عظيم هذه الأخلاق قال العلماء إن حسن الخلق يتكون من ثلاث مراتب أولها كف الأذى لسانك يدك لا تذكر بها ولا تؤذي بها مؤمناً ولذا يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده تفتح لسانك على المؤمنين وتسلخ هذا وتعلق هذا وتغتاب هذا والله لوك حافظنا الكتاب والسنة ولولحتك كلها شيء ولو تأخذ الدكتوراه في الأخلاق إنك لا يبلبقي لك الغيبة حسنة واحدة حسنة واحدة وبعضنا له ثلاثين أربعين عام ما رفع له إلى الله ركعه وما ذاك إلا لسوء الخلق باللسان الآن بيطلع تقاهوة عقب صلاة العصر أفلان وينه ما هو فيه أفلان رأسه كبير أفلان لا يهمك علمه عندي ما أرخمه ما يسوى التالية من الغنم أفلان ما يبدأ يجعل خلاص بيض الله وجهك وشكر الله لك وأحسن الله عزائك في صلاتك وطاعتك وتلاوتك وحجك وعمرتك ورمضان راح راح استرجعها أين تسترجعها ولذلك حسن الخلق كف الأذى باللسان وبعض الناس أيضا ما يكف أذى يده تلاحظ بعض الناس سيارته فيها عجراء ومشعاب وين رايح أنت رايح حرب إلى أين أنت تريد الشيطان أن ينزغ بينك وبين إخوانك ثم تبدأ تؤذي الناس بليدك وبعض الناس من يوم يركب سيء خلق ما يوصل البيته وصلاته في جامعة البواردي فيها ركعة حسبي الله سود الله لعن الله ويشتم هالناس اللي يلف عليه واللي يوقف عليه الله يقطعك الله ياخلك الله يجعلها بوجهك والله يحسن عزاك والله يحسن عزاك ما بقي لك أصلا من مصلين على جنائز وقارين قرآن ومسبح من الملك العلام ويمكنهم رتل له آي من آي القرآن ولا حسنة ذهبت ولو الناس سموك مطوع والله من تبه مطوع والله لست إلى الخير ولا إلى قربه لأن الذي ما سلم المسلمون من لسانه فليس كامل الإيمان ولا كامل الإسلام ولذلك أبغض الناس إلى الله كما قلت الله يبغض من عباده من؟ الألد؟ الخصم أم كشر دائما حاد دائما لسانه صلط على الناس لا يعجبه أحد والناس يتحاشونه مخافة لسانه وإذا تحاشى الناس أحدا مخافة طول لسانه فاعلم أنه معين الشيطان على شاغر أسوأ عباد الله شاغر أسوأ رجل في الأمة أبغض رجل إلى الله الألد الخصم ولذلك قال في الحديث الله رفيق يحب الرفق الله أكبر الله رفيق يحب الرفق ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن أهل النار على الصحيح اللهš شكرا منصر منصر الحين